بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا يسعدني طلابي وطالباتي استكمال شروحات مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الأول سأكون معلمة جميلة الحربي ويرافقني مترجم لغة الإشارة الأستاذ بدر الحمود نبدأ بحل تمارين الواجب هذا الجزء الثاني من الدرس لنحل تمارين الواجب للجزء الأول من تمارين تدرب حل كل من المعادلات التالية وتحقق من صحة الحل التحقق من صحة الحل إذا طلب في السؤال لابد من حله لكن هو أمر اختياري حتى نتأكد من الحل إذا لم يطلب ذلك لكن هنا طلب في السؤال إذا لابد من كتابته وحله ثلاثة زائد سبعة تساوي سالب ثمانية كما قلنا بأنها معادلة متعددة الخطوات على أي أساس تم الحكم على ذلك لأن المتغير تا يرتبط بعددين مع الثلاثة بعملية الضرب ومع السبعة بعملية الجمع إذن نحتاج إلى عمليتين عكسيتين أي إلى خطوتين للحل نبدأ دائما بخطوة عكسية للعدد الثابت هنا العدد الثابت موجب سبعة إذن سنترح سبعة من الطرفين أو نضيف سالب سبعة كلاهما بنفس المعنى لأنه العنصر المحايد الجمعي هو ناتج جمع العدد مع نظيرة الطرف الأيمن ثلاثة يساوي سالب خمسة عشر بمثابة الزوج الصفري كما قلنا سابقا الناتج للطرف الأيمن ثلاثة بعد إجراء عملية التبسيط والطرف الأيسر سالب ثمانية وسالب سبعة يتم جمع العددين لأنهما متشابهي الإشارة الناتج سالب خمسة عشر الآن أصبحت معادلة بخطوة واحدة يرتبط مع الثلاثة بعملية ماذا؟ بعملية الضرب إذن نأخذ عملية عكسية للثلاثة بمعنى أننا سنقوم بالقسمة لكل الطرفين على الثلاثة إذن يتم القسمة الآن ثلاثة مع الثلاثة يصبح ناتج الطرف الأيمن يساوي كسالب خمسة عشر على ثلاثة بإجراء عملية بسيطة يصبح الناتج يساوي سالب خمسة الآن لابد من أن نتأكد ونتحقق من صحة الحل نقوم بكتابة المعادلة الأساسية كما هي في بداية السؤال ثم نقوم بالتعويض عن المتغير بالقيمة التي توصلنا إليها حتى نتأكد إذا كانت العبارة صحيحة أم خاطئة نبدأ بإجراء عملية الضرب لدي هنا عمليتين عملية ضرب وعملية جمع نبدأ دائما كما قلنا سابقا بعملية الضرب هنا سالب خمسة عشر مع موجب سبعة اختلفت الإشارات إذن سنقوم بإجراء عملية الطرح للعددين والإشارة للعدد الأكثر هنا سالب خمسة عشر القيمة العددية والقيمة المطلقة لها أكبر من قيمة المطلقة للعدد سبعة إذن الناتج يصبح سالب ثمانية للطرفين تحققت نعم المسوى إذن الإجابة صحيحة نبدأ بحل السؤال الثاني من تدرب سالب حداعش تساوي جيم ناقص خمسة على ستة كما قلنا سابقا نريد أن نتخلص من الأعداد الثابتة لكن هنا لا نستطيع التخلص من هذا العدد الثابت لماذا؟ لأنه ليس عدد لوحدة يرتبط كما نرى بخط مقام أي بعملية قسمة مع الستة كل هذا الطرف يرتبط بمقام الستة لذلك سنتخلص أولا من هذا المقام حتى يمكن التحرر والتعامل مع العدد الثابت لوحدة إذن الخطوة الأولى هنا تكون عملية الضرب بستة الطرف مقسوم على ستة إذن نقوم بإجراء عملية الضرب بستة حتى نتخلص من المقام ويصبح الطرف الأيسر عبارة عن مقام واحد إذن الناتج بعد إجراء عملية التبسيط ستة ضرب 11 سالب 66 تساوي جيم ناقص خمسة الآن معادلة بخطوة واحدة نتعامل الآن مع سالب خمسة لوحدة لأنها أصبحت عدد ثابت لوحدة بالتالي نختار عملية عكسية جيم ناقص خمسة مطروح خمسة إذن نضيف خمسة للطرفين فتصبح بهذا الشكل وبالإمكان أن نقول بأن قد قمنا بنقل العدد إلى الطرف الآخر كلاهما بنفس المعنى نستطيع أن نقول بأن سالب خمسة قد تم نقلها للطرف الأيمن بإشارة موجب خمسة هذا الكلام مشابه تماما لكلمة إضافة العدد للطرفين بنفس الإشارة لأن الناتج بنفس الحالة سيصبح عبارة عن المحايدة الجمعي لموجب خمسة وسالب خمسة إذن بإمكانكم أن نتخذ الوسيلة التي نرى بأنها أسهل للحل هناك كما قلنا أكثر من طريقة للحل أو لإجراء الخطوة لكن نتفق على أنها تكون صحيحة وسليمة رياضيا الطرف الأيمن سالب ستة وستين وموجب خمسة وخمسين اختلفت الإشارات إذن سنقوم الآن بإجراء عملية طرح والإشارة للعدد الأكثر إذن الناتج سالب واحد وستين توصلنا إلى قيمة المجهول جيم تساوي سالب واحد وستين ما المطلوب الآن؟ أن نتحقق من صحة الحل نقوم بكتابة المعادلة كما هو موجود في بداية السؤال نقوم بالتعويض الآن عن قيمة جيم بالنتيجة التي توصلنا إليها ولكن نضع علامة الاستفام على المساواة لأننا لا نعلم هل إجابتنا صحيحة أم خاطئة؟ المساواة هنا نريد التأكد منها وجود المساواة معناتها أن الإجابة صحيحة نجري عملية الطرح هنا لدينا عملية الطرح سالب واحد وستين سالب خمسة نفس الإشارة إذن كلاهما يصبح الناتج سالب ستة ستين المقام سالب ستة وستين تقسيم الستة أحسنتم يساوي سالب 11 إذن بعد إجراء الاختصار نرى أنه تساوى الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر إذن صحيحة الإجابة نستكمل هذا التمرين من تدرب تقدم شركة للاتصالات العروض المبينة في الجدول التالي أين هو الجدول؟ ها هو الجدول يحدد لنا الباقات المتوفرة في هذا العرض بالتأكيد نحن نتحدث عن عروض الهاتف الجوال لهذه الشركة محمد قد اختار خط رجال الأعمال ها هو خط رجال الأعمال ما مميزاته الاشتراك الشهري هذا المبلغ الثابت الذي يقوم بدفعه له دقائق مجانية 650 دقيقة وإذا زادت عن 650 دقيقة أو استنفذ 650 دقيقة سيحسب الحساب 15% ريال لكل دقيقة إضافية بعد 650 ريال بمعنى كيف نستطيع صياغة هذه العبارة نستكمل التمرين خصص له مبلغ 100 ريال في الشهر أي أن المبلغ الذي سيدفعه مقابل هذه الباقة 100 ريال ولكن الباقة بـ 49 ريال و99 هل لا هذا يعني بأنه قد استنفذ دقائق المجانية وأخذ دقائق زيادة إذن نستطيع أن نقول بأن هذه المئة تساوي المبلغ الثابت إضافة إلى 15% من الدقائق التي لا نعلم عددها يريد الآن في هذا السؤال أن نوجد ونحدد عدد الدقائق التي يمكنه التحدث بها بدون أن يتجاوز المبلغ المحدود هو وضع ميزانية وهذا تخطيط جيد لا بد من أن نخطط دائما في كل حياتنا فبالتالي خطط بأنه فاتورة الهاتف في الجوال لا تزيد عن هذا المبلغ إذن لنساعده في التفكير أو بتحديد عدد الدقائق المسموحة له بعد الـ 650 دقيقة مجانا نكتب العبارة أو المعادلة كما توصلنا إليها 100 تساوي كما نرى العدد الثابت زائد 15% مضروبة في دال وهو عدد الدقائق ماذا نرى الآن في هذه المعادلة؟ نعم معادلة ذات خطوتين نستطيع حل هذه المعادلة أولا نتخلص من العدد الثابت أين هو العدد الثابت هنا؟ هذا العدد يمثل لعدد ثابت نستطيع أن نطرحه من الطرفين أو أن ننقله إلى الطرف الآخر بإشارة مختلفة إذن نقوم بإجراء عملية الطرح من الطرفين الأعداد العشرين نتعامل معها بشكل مبسط دائما بحيث أنه يكون الترتيب أساس النتائج الصحيحة نقوم بإجراء عملية الطرح يصبح الناتج بالطرف الأيمن 50.1% وتساوي 15% دال الآن نستطيع أن نتعامل مع هذا العدد فنقوم بإجراء عملية طبعا هو يرتبط بعملية ضرب إذن نقوم بإجراء عملية القسمة للطرف الأيمن وللطرف الأيسر على هذا العدد حينما نجري عملية القسمة يصبح ناتج الطرف الأيمن يساوي تقريبا 333 دقيقة نبحث الآن عدد الدقائق بشكل تقريبي إذن نضع هذا الرمز هذه عدد الدقائق التي يمكن أن يتحدث بها دون أن يتجاوز المبلغ المطلوب إذن كم عدد الدقائق المسموحة له حتى لا يتجاوز مبلغ الفاتورة 100 ريال ما زال الحل ناقص نستكمل عدد الدقائق الزائدة بالتالي عدد الدقائق المطلوبة يساوي 333 زائد 650 فيصبح الناتج 983 دقيقة لابد من أن نستكمل الحل وذلك يكون بقراءة السؤال بشكل صحيح حينما نعلم ما هو المطلوب نستطيع الإجابة بشكل كامل للمسألة نستكمل درسنا اليوم وهو حل مسائل حل معادلات المتعددة الخطوات اليوم سنتعرف على حل مسائل تتضمن أعداد صحيحة متتالية ماذا نقصد بكلمة متتالي؟ كلمة التتالي بمعنى أنه يكون متتابع بشكل منتظم المتتابع بشكل منتظم أي أننا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن نمط إذن نحن نتحدث عبر كلمة متتالية عن ماذا؟ عن نمط ما هذا النمط الذي نتحدث عنه؟ سنبحث الآن نمط الذي يتحدث عن الأعداد الصحيحة المتتالية مثل ماذا؟ هي عبارة عن أعداد صحيحة مرتبة بالتتالي مثلا لدي هذه الأعداد أربعة خمسة ستة هذه الأعداد واضحة وصريحة بصياغة الرموز نستطيع أن نقول نون زائد واحد هذا العدد الذي يليه ونون زائد اثنين العدد الذي يلي يليه إذن الأعداد المتتالية هنا لدينا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نون العدد الأول نون زائد واحد العدد الثاني نون زائد اثنين العدد الثالث أين هو النمط؟ نحن نضيف زائد واحد في كل خطوة وهكذا إلى مالا نهاية مثل الأربعة والخمسة والستة هنا قد أضفنا واحد وهنا أيضا أضفنا واحد إذن أصبحت أعداد متتالية حينما نتحدث عن الأعداد بشكل صحيح وهنا حينما نتحدث عنها على شكل رموز أو متغيرات هذا ما يتعلق بالأعداد الصحيحة المتتالية هناك نوع متخصص بشكل أدق إذا عددنا اثنتين في كل مرة بمعنى أن سنضيف ليس موجب واحد وإنما سنضيف موجب أثنين كيف ستصبح هذه الأعداد؟ الآن ليست متتالية فقط هناك صفة زادت على كلمة متتالية أصبحت التتالي هنا بخطوتين وليست خطوة واحدة إذن ما هي الأعداد التي ستصبح لدينا؟ ستكون أعداد زوجية أو أعداد فردية كيف سنفرق بين الأعداد الفردية والزوجية؟ إذا كانت أعداد زوجية بحيث أننا نفترض بأن العدد الأول عدد زوجي عبارة عن نون نفترض بأنه عدد زوجي إذن الذي يليه سيصبح نون زائد أثنين العدد الذي يليه سيصبح نون زائد أربعة إذن هذه أعداد زوجية متتالية لاحظ يوجد لدي صفتين صفت أنها متتالية بحيث يكون القفزة متساوية عند الجميع وصفت أنها تكون عدد زوجي نقفز قفزتين أو وحدتين بمعنى أصح طيب كيف تصبح فردية؟ تصبح فردية إذا كان العدد الأول عدد فردي ماذا نقصد بذلك؟ أي أن يصبح العدد الفردي الأول نون نقفز خطوتين أو وحدتين فيصبح نون زائد أثنين نون زائد أربعة وهكذا نستطيع أن نستمر إلى ما لا نهاية لكن هنا نريد أول ثلاثة أعداد فقط ماذا تلاحظ عزيزي وعزيزتي الطالبة؟ نعم أتفق معكم نفس الرموز هنا نون نون زائد أثنين نون زائد أربعة وهنا أيضا نون نون زائد أثنين نون زائد أربعة لكن ما الفرق بينهما؟ لابد من تحديد الشروط دائما في كل معادل أو في كل قانون أو استنتاج لدينا هنا في البداية سنحدد بأن العدد الأول عدد زوجي أنا سأفترض من البداية بأن هذا العدد زوجي فبالتالي الذي يليه سيصبح عددا زوجيا كما أن هنا سنفترض بأن العدد الأول فردي إذن نحدد شروطنا ثم نبدأ بحل هذه المسألة نبدأ الآن طبعا هذا كله يسمى لدينا في الرياضيات بماذا؟ بنظرية الأعداد وهي عبارة عن دراسة الأعداد الصحيحة والعلاقات بينها نبدأ الآن بالمفهوم الأساسي سنتفق الآن على وضع الخطوط الرئيسية لهذه العلاقات لكن لا ننسى أن نسجل وندون ذلك في المطوية حتى نستطيع العودة إليها حينما نحتاج حل المسائل المتعلقة بهذا الدرس الآن الأعداد الصحيحة المتتالية نلاحظ أنها صفة واحدة متتالية سنتحدث الآن عن الصفة الأولى الأعداد الصحيحة المتتالية ما تعبيرها اللفظ هي عبارة عن أعداد مرتبة بترتيب العدد مثال علي ذلك بالرموز نون نون زائد واحد نون زائد اثنين وكأعداد نستطيع أن نقول سالب اثنين سالب واحد صفر هذه أعداد متتالية بحيث أن يكون المسافة بين كل عدد والآخر عبارة عن وحدة واحدة فقط الآن نأخذ الأعداد الصحيحة الزوجية المتتالية هي عبارة عن ماذا عدد صحيح نلاحظ من البداية حددنا بأنه ماذا عدد زوجي يتبعه العدد الزوجي الذي يليه ويكون رمزه بهذا الشكل نون نون زائد اثنين نون زائد أربعة ماذا نلاحظ وضعنا شرط أساسي أثناء الحل إذن لا بد من إيضاح النقاط قبل البدء بالحل المثال على ذلك هذه الأعداد تمثل لأعداد زوجية متتالية نبدأ الآن بالأعداد الصحيحة الفردية المتتالية بالطبع هي نفس الأعداد الصحيحة الزوجية عبارة عن عدد صحيح فردي يتبعه العدد الصحيح الفردي التالي نلاحظ أنه حدد بأنه عددا فرديا مثال على ذلك نون نون زائد اثنين نون زائد اربعة نفس الرموز السابقة لكن حدد وأخبرني بأنه نون عدد فردي وهذا مثال للأعداد الفردية المتتالية لنبدأ الآن بتطبيق هذه القوانين نبدأ بسم الله اكتب معادرة للمسألة التالية ثم حلها أوجد ثلاث أعداد صحيحة فردية متتالية مجموعها سالب واحد وخمسين لنقرأ السؤال بشكل جيد فردية متتالية بمعنى أنه من البداية سأفترض بأن نون عدد فردي العدد الأصغر نلاحظ بأنه قد افترضنا بأن العدد الأصغر نون هو عدد فردي العدد الذي يليه نون زائد اثنين والعدد الذي يليه نون زائد أربعة إذن افترضنا من البداية بأن نون عدد فردي نستكمل الآن الحل المجموع يساوي سالب واحد وخمسين إذن سنقوم بإجراء عملية جمع للعدد الأول نون زائد نون زائد اثنين زائد نون زائد أربعة ليصبح الناتج سالب واحد وخمسين يتم كتابتها بهذا الشكل نقوم الآن بجمع المتغيرات المتشابهة نرى بأن نون تتكرر ثلاث مرات واحد اثنان ثلاثة إذن لدي ثلاثة نون نستطيع جمعها كما أن نستطيع جمع الأعداد الثابتة نحن الآن نقوم بخطوة تبسيط المعادلة ما المقصود بكلمة التبسيط؟ إجراء العمليات ما أمكن هنا يمكن جمع المتغيرات فبالتالي أجمعها سويا بثلاثة نون ويمكن جمع الأعداد الثابتة فستصبح ستة إذن أمكن تبسيط الطرف الأيمن تصبح المعادلة بهذا الشكل ثلاثة نون زائد ستة تساوي سالب واحد وخمسين ماذا نرى؟ أحسنتم معادلة متعددة الخطوات كيف يمكن حلها؟ التخلص نعم من موجب ستة في البداية عن طريق إما إضافة سالب ستة أو طرح ستة من الطرفين أو نقل ستة إلى الطرف الآخر بإشارة مختلفة إذن قمنا الآن بطرح ستة من الطرفين بعد إجراء التبسيط ثلاثة نون تساوي سالب سبعة وخمسين قمنا بجمع الأعداد هنا لماذا؟ لأن الإشارات متشابهة الآن نجري عملية القسمة على مكم؟ على الثلاثة بعملية بسيطة نرى بأن نون تساوي سالب ساعتاش هل انتهى الحل بهذا الشكل؟ توصلنا إلى قيمة نون ونحن دائما نصل في نهاية الحل إلى قيمة المتغير بالطبع لا لابد من إيجاد الثلاثة أعداد المتتالية أوجدنا العدد الأول إذن تبقى خطوة بسيطة حتى نستكمل الحل نريد إيجاد الأعداد التي تليها كيف يمكن ذلك؟ عن طريق كتابتها من جديد نون تساوي سالب ساعتاش هذا آخر ما توصلنا إليه العدد الفردي الأول ونلاحظ أنه فعلا عبارة عن عدد فردي العدد الذي يليه أي أنه سنضيف العدد الذي يليه سيصبح عبارة عن سالب سبعتاش والعدد الذي يليه سالب خمسة عشر بأي اتجاه نحن نتحرك بإضافة وحدتين هذه الخطوة الأولى ثم إضافة أربع وحدات للعدد الذي يليه هذه عبارة عن العدد الثاني قمنا بإضافة موجب أثنين ونلاحظ الإشارات مختلفة بالتالي سنقوم بإجراء عملية الطرح وهنا قمنا بإجراء موجب بإضافة أربعة فالإشارات مختلفة أصبح الناتج سالب خمسة عشر وسالب سبعة عشر وسالب تسعة عشر إذن فعلا هي عبارة عن ثلاث أعداد صحيحة متتالية الآن نريد أن نتأكل هل الإجابة صحيحة أم خاطئة كيف نتحقق؟ نعم ممتاز نقوم بإعادة جمعها ونتأكد إذا أصبح الناتج يساوي فعلا سالب واحد وخمسين أم لا نقوم بإجراء عملية الجمع ونلاحظ أنها جميعها بنفس الإشارة إذن سنجري عملية الجمع بشكل سريع وبسيط إذن بعد إجراء عملية الجمع فعلا الطرف الأيسر يساوي سالب واحد وخمسين مسألة ممتعنة وعما نأخذ مسألة مشابهة لها أكتب معادلة للمسألة التالية أوجد ثلاث أعداد صحيحة متتالية الشرط هنا فقط أن تكون متتالية لم يشترط أن يكون زوجي أو ثردي إذن سنفترض العدد إيا كان العدد الأول سين العدد الثاني سين زائد واحد والعدد الثالث سين زائد أثنين أي وحدة واحدة لأنها متتالية فقط نقوم بإجراء عملية الجمع يساوي واحد وعشرين نجري الآن تبسيط هذه العبارة عن طريق ماذا كما قلنا نجمع المتغيرات ونجمع الثوابت كل على حدة نصبح ثلاثة سين زائد ثلاثة تساوي واحد وعشرين نعم وصلنا الآن إلى معادلة ذات خطوتين يسهل علينا حلها عن طريق طرح الثلاثة من الطرفين فيصبح الناتج ثلاثة سين تساوي ثمنطعش الخطوات تأتي توالية من كثرة التدريب إذن نجري الآن عملية القسمة فتصبح سين تساوي ستة لا بد من أن أتأكد من صحة الحل إذن العدد الأول ستة الثاني الذي يليه نضيف واحد سبعة ونضيف واحد فتصبح ثمانية لنتأكد نجري عملية الجمع للآداد فعلا الناتج يساوي واحد وعشرين إذن توصلنا للحل إنها عملية ممتعة تماما في الحل الآن فلنجرب أن نقوم بالحل لوحدنا قم عزيزي وعزيزة الطالبة بحل هذه المسألة نتوقف قليلا ثم عد وانظر إلى مقارنة إجابتك مع الإجابة وأنا كل ثقة بأننا سنصل إلى الإجابة الصحيحة سويا هنا ثلاث أعداد فردية متتالية إذن هنا يوجد لدي شرطين بالتالي نفترض أن العدد الأول سين الثاني سين زائد اثنين والثالث سين زائد أربعة مجموعهم يساوي خمسة وسبعين نعم قلنا نجري عملية التبسيط ثلاثة سين زائد ستة نقوم بطرح ستة من الطرفين تصبح ثلاثة سين تساوي تسعة وستين نجري الآن عملية القسمة على الثلاثة للطرفين فتصبح سين ثلاثة وعشرين نعم عدد فردي فعلا توصلنا إلى عدد فردي الآن نريد الذي يليه نضيف اثنان الذي يليه خمسة وعشرين نضيف اثنان فيصبح سبعة وعشرين إذن هذه الثلاثة أعداد الفردية المتتالية نتحقق من صحة الحل نجري لها عملية الجمع فعلا الناتج يساوي خمسة وسبعين إذن توصلنا الآن إلى معرفة العلاقة بين الأعداد إذا كانت متتالية وكيف نصيغها على شكل معادلة حتى نتمكن من الوصول إلى هذه الأعداد نستكمل الآن هذه المسألة تشكل أعمار ثلاثة إخوة أعداد صحيحة متتالية مجموعها يساوي 96 إذن نفترض بأن العدد الأول سين متتالية فقط ليست زوجية ولا فردية إذن الوحدة أو النمط يساوي موجب واحد نبدأ بجمعها الناتج يصبح 96 كما هو واضح في المسألة نجري عملية التبسيط كما قلنا عملية التبسيط نقوم بجمع المتغيرات على حدة والأعداد الثابتة على حدة يصبح المسألة بهذا الشكل نقوم بالتخلص من الثلاثة عن طريق طرح الثلاثة من الطرفين نبسط المسألة نعم معادلة ذات خطوة واحدة الآن نجري عملية القسمة للطرفين فيصبح الناتج 31 عدد صحيح الذي يليه 32 والذي يليه عبارة عن ثلاثة وثلاثة نتأكد من صحة الحل ونجري عملية الجمع لقد توصلنا إلى الناتج المطلوب 96 الآن لدينا هذا السؤال مربع محيطه يساوي 20 سنتيمتر ما مساحته نحن الآن أمام عبارتين المحيط والمساحة نعلم بأن المحيط عبارة عن الإطار الخارجي إذن لدينا الآن هذا المربع الإطار الخارجي فقط هو الذي سنحتاجه عبارة عن لا نعلم كم قياس كل ضلع لكن مجموعة الأضلاع الأربعة هذه يساوي 20 سنتيمتر إذن المحيط عبارة عن 4 سين يساوي 20 بالتالي سين تساوي 5 سنتيمتر السؤال يريد إيجاد قيمة المساحة نحن بأن مساحة المربع عبارة عن الضلع أس أثنين أي أنه الضلع ضرب نفسه إذن تصبح 5 أس أثنين وبالتالي تساوي 25 إذن الإجابة الصحيحة هي عبارة عن فقرة دال بهذا نصل إلى تمارين واجب درس اليوم تعلمنا حل مسائل تتضمن الأعداد الصحيحة المتتالية وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكون المعلومة قد وصلت بشكل صحيح للجميع أتطلع بشوق للقائكم في الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر